اشتركوا في القناة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والذي أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية الشقيقة وحماية مصالحها وتعاونها من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار وصولا إلى النماء والازدهار المستدام واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أولويات مملكة البحرين لتعزيز وحدة الصف والتكامل الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة والمساهمة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين ودعم أهداف التنمية المستدامة وتطرق إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة انتهاج الحوار سبيلا لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات والصراعات كافة وحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية المجتمع الدولي على التجاوب الفعال مع مبادرات جلالة الملك المعظم والتي أقرتها قمة البحرين بشأن الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي مشددا على أهمية التعاون الدولي في نشر ثقافة السلام والتسامح وإرساء قيم الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب وتشفيف منابعه المالية والفكرية ترجمة نانسي قنقر